الانتربيو بالله يا كل ما ندعر بيا بالله يا كل ما ندعر بيا زيدوا الصلاة على خير البرية شكرا عايش رمضانك مبروك كيف تعدي رمضان يا أخوي؟ رمضان برايف من اللي بداية رمضان شادة بعضها والعيشة اللي يحبها كل موسيقي يعني الحمدولله فما حركة ثقافية فما مهرجانات فما أنا مازلت يخذيت مهرجان لغنية قبل رمضان بأيامات بعده هو عملنا مع كريم الثليبي غدا يوم القيامة وكان فما نجاح نسبي كبير برشا فما بعده هو من بيت المالوف في الأوبيغة زيدة ونحضر الغدوة غدوة فما مع الأوركاست سنفونيك تونيزيان فما الحفلة متاع عرض اللي فيه جينريكات المسلسلة نقدم فيه ثلاثة غنيات إن شاء الله واللي هما؟ واللي هما بين الثنية وجينريك مسلسل غادة وجينريك مسلسل عبدالعزيز العيروي أعطيني غادة بكستري هما تحبش غدوة أخي؟ أفان جوة، هذا أنا ما غدوة منش بشكل موجودة نخدم كفاية يا لأيام صبرك ليل وطويل جرينا وراح لا معدد نجوم الليل حلوة ومرة أنت نعيشك مهما كنت ويكفي نعلي بروش تشهد علي فات يا لأيام كفاية هل تفرز في غادة ولا؟ أين بيك orang بارشة مرة قدش من المرة بارشة مرة تفرش فيه فأنا خطرني كبير شوية تفرش فيه مرة اللولة وخطرت تعزيز ما هي كبير شوية يا ياسما يقول من شو عقد عمرك يعني كبير شوية لا علينا، ليست فيك العمر مشكلة، لا يعني تفرش فيه من اللي تعرض المرة اللولة وفي المرات التي تعود فيها الكل وهناك كانت تحب نفتح قوس كان يلقاونا حل في دواد و توق بالنسبة للممثلين ولا بالنسبة للموسيقيين هذا ليس قوس أخوي هذا اسمو شانتي شانتي كبيرا او كان هكا ضربة بمساك فهمت نعملو مزي نزل برويحنا العبيد المختصة في الموضوع كسوال يغني موسيقيين ولا الموضوع إذا كانوا حل المثلت سيغموره في محلنا نحن اللي نغني و شوية حقوق خلينا نقدم و سيغموره و بش نقدموا إذا كانوا حل في الإطار هذي اليوم بالالبوم متاع الدنيا محمد علي شبيل بالتعاون أيضا مع محمد بن صالحة الموضوع الملاحن وجوله تحية كبير يخدم معاك الالبوم هل اليوم حقيقة محمد علي شبيل بدأ مسيرت الفني؟ نعم كلمة بداية برشة كبيرة قولوا احنا حط خطوة مهمة ياسر بالك اهم خطوة في الخطوات اللي سبقت خطرها خطوة مهمة فيها برشة حاجات مهمين فيهم نجاحات فيهم ألبوم بشهادة اللي نبدأه بالموسيقيين يعني ما تصورش حاجم وكمية العبيد اللي يكلموني ويهني وفيها بالالبوم وكانت عبيد يعني تحكي في فما شكون تخلي معايا في الدتاي وقال فقنا بيكم كعملتو هذي فما خطرها فما دي مساج في وسط الالبوم اللي الداخل يعني لزمك تلوج عليهم فما عبيد دلقات برشة حاجات من اللي احنا مخبينهم في الالبوم كسوا في الكلمة كسوا في اللحن كسوا في الارانجمان فما حاجات يعني خدمنا يسر على هذوما الكوش متاع تعلقك باللوفر موزيكال بيدو اللي هي حاجة نجم تتشوف ومكتوب عليها برشة اللي هي كي تخدم موزيكا متخدم هيش كان للليكوت الأولانية تخدمها للليكوت الثانية والثالثة والرابعة والخامسة خطرها في كل الكوت فما حاجات اللي تزيد تتفهم أكثر وهناك يعني حاجة من الحاجات اللي حابيننا نعملوهم حسيتها اللي هي بديت موجودة فما كومنتارات على 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 السوشال ميديا يعني موهمين برشة من من كبار من صغار من حكي الكعامة الشعب فما كومنتار بهين فما حتى طفل صغير فما كومنتار بهين حملت كابتور بعثتوا للشركائي في العمل محمد وسيرين ومريم فما طفل صغير محليكم أحسن ألبوم سمعتوا في حياتي وانا مزيد ما عرفت هنا اللي هو طفل صغير يعطيكم صحة تنتان دالي وطنتان محمد وطاتا سيرين يعني طفل يعيط لنا طاتا وطنتان فهمت اللي هو طفل صغير وحاجات كيمة هكاية هي اللي تخليك تفرح باللي عملت وصغطو تتخمم في اللي بعض واكتر زايدة سنفراء غنى في واحدة من الغنيات المتاعه في قوبي فقوبيك اليوم؟ فقو بطاقتك الصوتية؟ فقو بقيمة دالي شبيل في الساحة الفنية التونسية؟ ولا مزيلو؟ والله بلكش هدا هو الوقت يعني يعني ما كيفاش نقولها اما نحس لي فمع بي داي تواوليت تقول فما دالي شبيل ينجم يكون سمعت يعني دي كومنتار كما انتي تقول لي مثلا انا نحط من اجمل الاصوات درنيرمان كثرت الحاجة داي نسمحها هما نفسهم اللي مكانوش مأمن بديك من اللول؟ لا ما حاسيتش فمع بيد مكانش مأمن بي من اللول ما فمع بيد ما تعرفنيش وكهو فما بالكش خدمة كانت ناقصة على مستوى الاتصال تعيبوا في نفسك شايد هي انو؟ ما نعيبوش في نفسي انا بيديراني ما كنتش يسر حاضر يعني شو معنيها حاضر ما كنتش يسر حاضر للانتاج اللي في مخيانة ما كنتش حاضر للحاجة كما انا نحبها ما كنتش حاضر على المستوى المالي يعني ما كانش عندي عباد تعاوني في الانتاج شو مع οι كنتش بالكوارته فما بكوتو بخوجيه اي جهو المخاخن والأولاد السحابي نحكي اللي نخدموا مبعاظنا يعني وللي توقسها قبل كانت حتى دي بجي زغار ساعتنوح لو فيهم فمت انا جايود لشانس سنين مش عملت البوم كيما انا حبيت لقيت المورد الثقافي اللي مؤسك كل عام تحط فلوس في العالم العربي الكل على حاجات ثقافية وفنية قبل بلكشي ما كانتش عندي الفرصة هذية اللي خلتني بالحق نخدم لالبوم في كل اريحية يعني تشرت وتمديت عملت لي حبيته الكل سجلت في ستوديو ويت في اللي ذاعة تونسي ان اختخدم معاي اكيب بالحق فيها احسن موسيقيين في تونس ولمن احسن خطر كلهم صحابي مون باقتنير دو تخواي موحامب بن صالحة سي انا موسيسين بوليوالان يلاحن يعزف يوزع برشة فيينا فما برشة تخميم فماتوريتي وصلني لها زيدا اناوية خطر هو تخواي يعني كونتش ناجم تكون عندي ثلاثة سنين والأربعة سنين لتالي كنت باركشي فما حاجات خير كيت عاملو طاو بالكداي وهذا هو كنتش بشاركت في عديد المشاريع وجربت حتى انماط موسيقية اخرى مختلفة نحكيه حتى في تجربتك مع اركز يعني تغتل عالم الهيبوب والراب اللي هو ملانج مع الموسيقى التونسية مع المزود مع جونا نحنا التونسي وكما شوفناك هذا في ألبوم ديني اللي هو يختلف نوعاً ما على العمال اللي ختمتم في اركز اليوم بالألبوم دينيا اللي هو بالاشتراك ومع محمد بن صالحة محمد اللي شبيل اتخذ نوعاً ما مساره الفني الواضح او بستبقى من هنا ومن هنا هي راي مانيش نعمل في من هنا ومن هنا قاعد جوست نعمل في حاجة تقرب لي وتمثني يعني مخدمش في بخوجي بعيد علي يعني كينقولوا اركزي بوب مثلا اركزي بوب المزودة ذاك يعني تربين عليه خاصة اللي يغني ويعرفوا شو معناها اقبلوا هما يتعلموا ويقراوا يعرفوا اللي فما حاجة مهمة ياسر في التراث الشعبي التونسي ولا حتى في اللي يتلحن بعض يعني جودينا بغتوكوا يعني نسمي عبدالرزيق قليو اللي اللي اللحنوا في المزود راو يتقرى يعني يتقرى يتقرى اللي اللحن هو واللي عملوا في المزود والغنيات اللي يعطاهم السامير لوصيف واللي عطاهم الوليد التونسي واللي عم الطهر غرسة بيدو بداي من روح مستوقة عمار يعني روح مستوقة عمار اللي العباد تحسبها مزود راوح مستوقة عم الطهر غرسة هو اللي اللحنها يعني ما عنيش تراث فقير وتراث غني في تونس تمشي للطرق تلقى غشاس كبيرة ياسر في المستويات الكلة اللحنية وإقاعية وكلامية تمشي للمزود تلقى بحر ووش بش يفضها وبش تغطس الداخل وبش ته كذلك كل حاجات تقربوا لي وحاجات أنا كي نغنيهم نحس لنا قاعد نعدي في حاجة خط مدام يعني نمن اللي إذا كان صادق الكلمة وإذا كان صادق اللحن وإذا كان صادق داخل أنت في الدور هذيك في الليماج اللي تشوفها في مخك واللي الموزيكا حابة تتصورها إذا كان كنت تكون هكاكا بش توصل للعباد ديكو ما نشوف شروحي لنا من هنا ومن هنا نشوف نعم في حاجات يمسوني سرما عندهم عندهم جمهور يحب هذا الحاجة يسمحها تتخدم بالكداية وأنا نحب العبد اللي يستنى حاجة بي نحب نبدأ فرحان على الأخر كي نوصل هلو كما هو يتخيلها ما خدمتش كان هذي نخدم أوبغاء زيادة في في فرنسا ولا في بلجيكا خدمت مشاريع كبار أرفيو مجنون ولا خدمت فاسلاميح تعتبر روحك بوليفالان؟ تعتبر روحك ملزيت ملقيتش الثنية اللي تتحب عليها؟ أكثر منها نعتبر روحي بوليفالان أكثر منه ما ملقيتش الثنية اللي يعني أفتخره بالمش نفتخره ما نعرف عندي بوليفالانس لازمني نستغلها كما لازمها تستغل يعني إذا كان صوت يقول مليح في المزود لما لي؟ إذا كان في الصوف يقول مليح لما لي؟ لكن هذا مش نوع من التشتت الثني؟ لا نعرف لي عندي ساقين ركزين مليح في الموزيك الحقيقة يعني ما نجمش أن نبلفت ولا ما نجمش أن يعني حتى كان ندور من مشروع لمشروع كل مشروع يخذ وقته ويخذ حيز زمني للتفكير ويتيب مليح ومشاريع نخدم فيها مهم مشاريع متاع يبدأوا اليوم ويخرجوا للعباد بعد بشهر لا نخدم في مشاريع يقدوا عامين وعامين ونصف الدنيا عنده عامين ونصف ولا ثلاثة هو يحضر الحجر الأساس هو كان غنية أنا ثمانية عنده ثلاثة سنين بالضبط ملي هبطت ومن وقتها بدأت خدمة ألبوم دنيا ركزي بوب قعد ثلاثة سنين قبل ما نطلع معهم مع الركح يعني كنتم عام في التفكير وكنتم عام في الاتوليات الخفاي و الاتوليات الخفاي و الاتوليات الخفاي بعد تعديت للركح الغناء الأوبيرالي بين القوسين يعني هو تابع قرائت يعني حاجة داخل فيها مكتبال وهو كان مع دي بخودكشن بلج و فرانسيز يعطيوا برشة وقت للحاجة بش تخمر مليح و تخرج دونك من نجمش ندخل في التشارطة الفكري إذا كان نعرف روحي ش نعمل إذا كان بلس روحي في بلاسة نحس روحي أنا مش بنعطي فيها طلقاني طول نقول من نجمش نكمل و نمشي مدين مصد حاجة خرجت للعباد سأخذت وقتها بالقداب بالقداب بش خرجتها جوابني بكل صراحة ما يفعله دليشبيل حاليا في الصحة الفانية التونسية يعتبر هو الوحيد في الجنرات الجديدة المحافظة على التراث المحافظة على الإرثم بطريقة مش غو فيزيتامة بطريقة مودرنة بالحقيقة ما ليش الوحيد هي أن نحاول بغمي دوترة كيمة غدوة مثلا مش غدوة سمحني لسنك عندي أباريشان مع صديقي وعشيري مهدي العيشي في مشروع طريق اللي هو طريق اللي مهدي العيشي ورياضة البدوي وشنكون فيه قيست ودنك حابيت نحكي على مهدي اللي مهدي زادة عنده انبروجي في التراث وفي كل غموقية والحرشية متاع التراث ومتاع السوفي لذلك شيء مهدي نقول العبيد كان يحبوا يجيوا يشوفوا لسنك فما رفض عبدالله تخدم على التراث حتى راوك يقولوا تخدم على التراث راوه مش لازم يكون ألحان قديمة يعني تنجم تكون هذوكم المكونات السمعية للتراث إذا كانت تعرف توظفهم في حاجات جدد حاجات اينوفي حاجات قراب للوذن متاع طاو فارد وقت فيها كل الريحة متاع التعقبل والتانسيسيتي وكل عبق هذاك يبدأ موجود والعتاقة تبدأ موجودة فارد وقت فمبارش عبيد يخدموا في هذا أنا نحاول بنيتهم ماذا نلقيته في محمد بن صالحة؟ سبيسيال خلنيين محمد بن صالحة هو صديق يعني صديق مقرب وعشيري من اللي احنا صغار وبناتنا حكايات وصفر وموزيكة ولعب وضحك وغسرات وغسرات ولي تحب يعني مخدمنش مع بعضنا موزيكة راو سنين الكل ننخدم في مشاريع عبيد اخرين اما انا وياه ما تقابلنش في مشروع راس راس ولا ما تقابلنش في حاجة انا وياه نعطيه من عنا يعني حاجة في في الكرياسيون اللي عجبني فيه هو مكانت بكل صراحة كانت غنية تمنيت انا تمنيت الكلمة روضة عبدالله والحان وهو قال داليره وقنا لك لبسناك لبسة ياسر مزيانة ايجي اشوف وشيت نغني في الغنية حافظه هالي غنيت هنلقى الراجل حافظ صوتي اكتر منيين يعرفني اشنا عمل وش ما نعملش فهمت يعرفك وين يهزك عارف وين اللمع عارف وين الكلمة تظهر عارف وين اللحن يظهر عارف اللي انا ازد ان اخذ خاتر مفهمة هي تاخذ وطاعتها عارف اللي كي باش يهز الموزيكة البلاسة اللي انا ماشي معاها ويعرف اللي اذا كان انا نحب الموزيكة تمشي البلاسة هو بش يمشي معايا نحن نخدمه ان ديو اما ونعملوه هكا ونعملوه هكا وتقعد هذيك ساعات حتى تطويل عن اكدوت عنا زوز غنيات ما خرجوش في الالبوم خطر انا ويهم نزلنا ما تقرر نيش وش نعملو فيه فمش نفدي وارحين غنيات حاضرين عسل الغنيات انا نحب الغنيات الكلي في الالبوم والغنيات هذو مزوز نحبهم زيداك يعني في نفس القيمة الفنية في نفس التفكير في نفس التفضل نسمع فيك ليس من انتحركت معنى قدك حابس لك نعم ما يشي بناتنا مليح 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 هو يعني عندي ثقة فيك عندك ثقة فيه خليلي شوية الحبل وطر رجعلك وكنا خذينا الحبل هو عاطفية ثقة رسميا بشي تم الكشف الالبوم دنيا نهار 7 عفري في الكاتريمار نهار 7 عفريل ان شاء الله العشرة تعليل في الكاتريمار الالبوم دنيا لايف بش نكونوا احنا والفرقة الموسيقية رياض قلت رياض محمد بن صالحة عطايل المعاوي محمد خشناوي قيس بورقيبة علي بن خليفة شكري الداعي وهديفهم لغان وهديفهم ان شاء الله بشكونوا العشرة تعليل بش نغنيوا دنيا بش نغنيوا الالبوم الكل ونسمعوا الالبوم اللي اول مرة بش تلعب ولي هو حاجة مزينا يسر مقدمة دسمة للالبوم يغى باتتخد دسمة وندعو العباد بش يجي وخطر خدمنا بارشة وبش نقدمو لهم حاجة يسر مزينا دنيا الالبوم اللي تمكشف عليه كما قلنا نهر 7 أفريل ان شاء الله في الكاتريامار في شارع بريز في كل أبوغاسيون ومحمد بن صارحة ومحمد بن صارحة الملحن ومعنى الموازع والبوم خارق العادة سمعكم توت سويت منه غنية جارت اخترت جارتنا اليوم من حبر علي جارت مجموكو داليش بي كل التوفيق ونحن نجيون كوفريو نهر 7 أفريل في الكاتريام بإذن الله